اشتركوا في القناة سوف اشرح لكم شروط التقديم للتدريب المهني وطريقة التقديم في التدريب المهني في اسويسرا شرح كامل فقط يبقى في المتابعة اذا لا ادفقت هذه الفرصة المجانية للهجرة الى اسويسرا سأبدأ الشرح اولا لدينا مميزات التدريب المهني في اسويسرا هنا يوجد اكثر من 250 تخصص لتدريب المهني في اسويسرا كالصحة البناء الزراعة الطهي السياحة الرياضة الطب الميكانيك وغيرها من التخصصات الاخرى هنا عند تشجيل وتقديم الى المعهد سوف تدرس لمدة يومين نظري وثلاثة ايام التطبيق خلال ايام الاسبوع هنا سوف تحصل على راتب شهري في المؤسسة او الشركة التي ستعمل فيها التكوين استاش والراتب يختلف من السنة الى اخرى هنا يمكن ان يبدأ الراتب من 500 فرنك سويسري حتى 1200 فرنك سويسري هنا لدينا تكاليف ورسوم السجل لتدريب المهني في اسويسرا مجاني هنا سوف تدفع فقط مستلزمات دراستك كالادوات الكراريس والكتب هنا مدة الدراسة في التدريب المهني في اسويسرا تختلف من تخصص لاخر يمكن ان تبدأ من سنة لثلاث سنوات عامة هنا بعد الحصول على الشهادة المعترف بها دوليا يمكنك العمل باسويسرا وبعد مدة يمكنك طلب تصريح الاقامة تحويل الفيزا الى اقامة عمل وفي مدة يمكنك طلب والحصول على الجنسية السويسرية مدينة ثانيا شروط التشجيل والتقديم الى المعاهد السويسرية هنا لدينا شرط العمر يبدأ من 18 سنة فما فوق هنا الحصول على الاقل على مستوى ثانوي او على شهاد البكر يلي تشجيل والتقديم في معهد سويسري هنا فيما يخص موضوع اللغة في اسويسرا تختلف من معهد لاخر هناك معاهد يدرسون باللغة الفرنسية ومعاهد اخرى يدرسون باللغة الإنجليزية ونجد معاهد اخرى يدرسون باللغة العلمانية إذن تختار المعهد حسب إتقانك للغة ثالث ندينا طريقة التقديم اولا يجب الحصول على موافقة من معهد التكوين المهني في اسويسرا هنا سوف اشرح لكم طريقة تشجيل والتقديم في موقعين تابعين لحكومة اسويسرا للحصول على قبول او شهادة الموافقة لكم طريقة تشجيل والتقديم في هذا الموقع الرسمي التابع لحكومة اسويسرا هنا تختار التكوين المناسب لك وتقدم هنا كل التخصصات موجودة كما تشاهدون مثلا تريد التكوين كبائع مثلا كمهندس مثلا التمريض مثلا سوف اقدم الى هذا التكوين فوندور بائع سنضغط هنا هكذا هنا سوف اترجم لكم الصفحة لتفهموا وسأشرح لكم طريقة التقديم ترجمت الصفحة الى اللغة الفرنسية هنا سوف تجدوا كل المعلومات طريقة التقديم سوف تضغط على هذه الخانة هكذا هنا قبل التقديم سوف تجيب على هذه الاسئلة هنا اين تعيش تختار البلد كل البلدان موجودة كما تشاهدون مثلا سأختار الجزائر هنا هذه الخانة تركوها فارغة هنا هل انت مسموح بالعمل في اسويسرا تختار هذه الاجابة ليس بعد هنا هل لديك خبرة في تكوين البائع هنا تختار اما او ليس بعد اختار ليس بعد هنا اذا قمت بتحذير السيرة الذاتية سوف تضغط على الاجابة اذا كنت لم تقم بتحذير السيرة الذاتية مسبقا سوف تختار الاجابة ليس بعد وهنا سيرة ذاتية اما هي سويسرية او انجليزية او المانية تضغط على هذه الخانة الحمراء لمواصلة عمليات التقديم وبنفس الطريقة تختار اه تكوين الذي اه تريد اه دراسة فيه وتقدم هنا سوف اترك لكم رابط هذا الموقع مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو هنا ايضا سوف اترك لكم رابط هذا الموقع التابع لحكومة اسويسرا للتقديم ايضا للحصول على فرص اكثر للقبول تجدنا رابط هذا الموقع مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو هنا ايضا يمكنك الحصول على اه شهادة الموافقة او القبول مثلا اذ لديك احد افراد العائلة او صديق خريب يعيش في اسويسرا سوف يقوم بتشجيلك مباشرة في اه الماحد وسوف يحصلك مباشرة على اه الشهادة وسوف يرسلها لك هنا لدينا الوثائق المطلوبة للتقديم على هذه المعاهد اولا يجب تحذير السيرة ذاتية cv بالطريقة السويسرية او اه يمكنك كتابة السيرة ذاتية ايضا باللغة الانجليزية او الالمانية ايضا مقبودة وايضا سوف تقوم بتحذير وثيقة تكتب فيها سبب او الهدف من اختيارك اه المعهد لماذا تريد الدراسة اه في هذا المعهد بالتحديد هنا سوف يقومنا بدراسة اه الطلب الخاص بك في حالة اه الموافقة من اه الطرف المعهد سوف تتحصل على اه شاهد الموافقة او القبول هنا اخيرا طلب التأشيرة تكون في اه سفارة سويسرا المتوجدة في بلدك على اصلي مثلا سفارة سويسرا متوجدة في الجزائر في تونس في المغرب او في اي بلد اخر وايضا سوف تحتاج الى وثيقة خطاب القبول من طرف المعهد السويسري الذي تم قبولك فيه وسوف تملأ استمارة التدريب المهني وستحصل عليها من الموقع الرسمي التابع للحكومة السويسرية وسوف تحتاج ايضا الى جواز السفر ساري المفعول وايضا صورة شخصية بالمواصفات المطلوبة لطلب التأشيرة لدينا ايضا دليل على الحساب البنكي وايضا وثيقة خطة الدراسة وايضا وثيقة تأمين الصحي هنا دراسة الطلب الخاص بك والرد يكون من شهر الى ثلاثة اشهر على الاكثر اعتقد انكم استفدتم من شرح فرصة موضوع فيديو اليوم شكرا على المشاهدة وبتوفيق للجامعة وسوف نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله شكرا على المشاهدة